أن أرحب بصاحب السعادة ويليام كيروتو رئيس كينيا الذي سيتحدث بالنيابة عن الأجهال الإفريقي تفضل سيدي أرحب بصاحب السعادة ألماندبون المعقرون السيدات والسادق ها نحن نجتمع في كنف هذا الاجتماع السنوي السابع والعشرين بعد اعتماد اتفاقية لأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخي قبل ثلاثين عاماً وبعد خمسين وعشرين عاماً من قمة الأرض وبعد سبع سنوات من اتفاق باريس وفي الفين وخمسة عشر وبعد سنوات من اتفاق كيروتو حين تمدت الاتفاقية في ثنين وتسعين وتسمائة وألف كانت الانبعاثات العالمية تناهز سبع عشرين جيجا تون بكل سنة ان هذا ارتفع بأربعين جيجا تون في حين ان ثاني اكسيد الكربون تراكم في الاجواء بشكل مستقر وزاد على السنوات الثماني الماضية وبشكل متتابع وثقت الأمم المتحدة هذه السنوات بصفتها اكثر ارتفاعاً برقب قياسي العالم اليوم يناضل الأمرين بسبب اثار تغير المناخي ان شهوع الكوادث وزيادة تواترها مثل العاصير والعواصف الاستوائية والحرائق الواسعة النطاق وموجات الحرارة وذوبان الجليد والجفاف والتصحر وذوب الهيار الجليدي والفيضانات تزايدت مما يهدد بارتفاع مستوى البحر وبدمار لم يسبق له مثيل على نطاق عالمي ان حالة الواردة في تقرير المناخي حول افريقيا اوضح الامور بشكل جلي لا غبار عليه ذات تذشير التقديرات الى ان هذا يؤثر على 250 مليون شخصاً في افريقيا ومن تتوقع ان يؤثر على 700 مليون نسم في 2030 وفي السنوات الخمسين الماضية ان المخاطر الناجمة عن الجفاف اثرت بما يزيد عن نصف مليون شخص واودت بخسائر اقتصادية تناهز 70 مليار دولار في المنطقة ما يزيد عن 1000 كوارث متصر بالفايضانات اودت بحياتي ما يناهز لعشرين الف شخصاً في افريقيا واحدة عبر هذه الفترة ومن المتوقع انه بحلول 2050 فان اثار ذلك تبلغ 50 مليار دولار كل عام من دقل القرن الافريقي خبرت اسوأ السنوات من الجفاف في 40 عاما سنتان متتاليتان من انعدام المطر مما اضر بحياة الملايين واودة بحياة مليوني وخمس مئة الف من الرؤوس الماشية في كينيا وحدها مما يناهز خسائر تقدر بمليار ونصف المليار قبل يومين وزعت الاغذية في اطار برنامج اغاثة وقيمته 4.3 مليون على 4 ملايين نسمة في كينيا في اطار برنامج طار وكان علينا ان نخير انفسنا بين السلعة الاساسية والسلعة التكمدية التي حرمنا منها وان هذا يؤثر بالتأكيد على حياة الملايين وعلى صحتهم واستقبلهم وإلى ذلك فان اطفال كثر تركوا المدارس ونحن اجبرنا الى شن حملة توفير الغذائي من باب الاولوية لاستبقاء التلامذة في المدارس كينيا لها تراث طبيعي معروف جثث الفيلة والحمار الوحشي والابقار الوحشية بدأت تزداد في السباسب الكينية وقد انفقنا ثلاثة ملايين دولار من اجل توفير العلف وتوفير المياه ومنع الحرائق في الشهر الثلاثة الماضية وحدها على هذا الاساس فان طول المناقشات والمماطلة والتأجيل امر لا يمكن ان نسمح بان يحدث فهذا يؤثر علينا وعلينا نركز هذه المناقشات نحو النتائج والاستمرار في المماطلة والتأجيل والبقاء كدور المتفرجين سيعود بالوبالي على الحياة ومصادر العيش الوقت الذي نتحدث فيه الآن وبعد التعهدات التي وردت في كوبنهاجن قبل ثلاثة عشر عاما فان ذاك التعهد بتكريس مائة مليون دولار مليار سنوي لم تحترم مثل هذا الحنف في الوعود لا يمكن ان يستمر وفي كينيا يزداد الامر سوءا بسبب الفيضانات والتلوث واستمرار التصنيع وقلة فرص الاستثمار ونحن مع ذلك مضينا قدما في استثمار في مصادر الطاقة النظيفة ولا بد من نذكر بأن كينيا قد اتخذت خطا طموحة بالرغم من لوازم التنمية من أجل الاقتصاد الأخضر وأن هذه الالتزامات الراسخة من أجل بلوغ مصادر طاقة بنسبة ثلاث وتسعين بالمئة من المصادر الطاقة الرافقة بالبيئة هذا الصباح وقعنا على اتفاق اطاري للتعاون والتنمية القطاعات الصناعية من أجل استدامة النمو في كينيا ومستثمرون تعهدوا بإنتاج ثلاثين جيجا وات من الهيدروجين الرافقة بالبيئة في كينيا وهناك فرص في كينيا لإنتاج عشرين جيجا وات من الطاقة الكهربية من طاقة الرياح وعشر جيجا وات من الطاقة الباطنية حيث أننا على خط الاستواء وكذلك الطاقة الشمسية أن إنتاج الطاقة الرافقة بالبيئة فرصها كثيرة بما يمكننا منتاج مئة ألف ميجا وات وهذا سيكفي وحده للقارة بأكمالها بدلا من المعاناة لتوليد الطاقة من مصادر غير رفقة بالبيئة بما يدمر الكوكب علينا أن نعود اقتصاداتنا على العمل دون كربون وأن ننتج مصادر طاقة استخمرة في ذاك القطاع من أجل توديد طاقة نظيفة الكوكب السادس والعشرين في غلاسكو على هامشي حواري غلاسكو نص على ترتيبات تمويلية وإجراءات للوقاية والتخفيف من الخسارة والضرر في كل ما يتعلق بأثار التغير المناخية الخسارة والضرر هي محور غير ملموس ومحل حوار لم ينتهي إن هذا يؤثر مع ذلك على أرض الواقع على حياة ملايين من الكنين ومئات الملايين من الأفارقة ظاهرة ارتفاع مستوى البحيرات في بحيرات الأخدود الإفريقية منذ 2020 بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل 75 ألف مسكن تضطرنا إلى نقلها وهذا يخص 380 ألف شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة إن المجتمعات المحلية متضرجة خسرت مساكنها وأراضيها الرعاوية ومزارعها في حين حرمت أيضا من خدمات المجتمعية الصحية والمدرسية والأسواق والمزارع السماكية وما لذلك كله وحرموا أيضا من الفنادق كمصادر عيش ومحلاتهم ومنتجعاتهم كل هذا قد ابتلعتها المياه الخسر والضرر لذلك ينبغي أن يتم تطرق إليها بشكل جاد على أساس الإنصاف وعلى وجه العجل وعلى أساس الاحترام وإلائها الأولوي أفريقيا تسهم بثلاثة بالمئة في التلوث الذي أودى إلى التغير المناخي ولكنها الأكثر تضررا من هذه الأزمة المناخية وإذن الأمر لا يعد أن يكون مسألة إنصاف نحن طالبنا بالإقرار باحتياجات الخاصة وملابسات الخاصة بأفريقيا بمجب اتفاق باريس بما يتماشى مع الاتفاقية وسائر المقررات المعتمدة في مؤتمرات الأطراف السابقة حان الوقت والأمر مشروع ومن باب الأولوية لا بد أن تعزيز القدرة لإفريقيا على المواكبة والتخفيف وتدارك الخسارة والضرر وإن حدث هذا فلإفريقيا كل ما يخول لها أن تقوم بدور ريادية لأجل مناخي والمستقبل الأفريقيا بأراضيها المنتدة وما تكتنز من ثروات بإمكانها أن تأتي بفرص كبيرة ولها كل فرص نجاح إن هذه الأصول إن أحسن استخدامها بإمكانها أن ترتقي بجهود تخفيف وإلى ذلك بإمكانها أن تخلق فرصاً اقتصادية للقارة بأكمالها وكل قناعة بأن هناك حاجة إلى تذكير بهذه الفرص بشكل شام لأفريقيا للإستثمار في طاقة الخضراء والزراعة الذكية والتصنيع الخالي للكربون وتعبئة الموارد من أجل بلوغ نسبة الصفر في انبعاثات الكربون بحلول 2050 وأنا لذلك كمنسق للجنة زعمال فارقة وروس دول والحكومات المعنيين بتغير مناخي أخطط للدعوة المؤتمر قم يركز على التغير المناخي وبناء عليه سنعمل على إيجاد سبل للنمو الأخضر واستدامة التحول كينيا هي مصدر لحصص الكربون غير المنبعثة وسوق الكربون ينبغي أن يكون متاحا دون وسائطه بشكل سليم في ديارنا أطلقنا مشاريع طموحة للحط لرفع تقطية الغابات من 12% إلى 30% في ظرف عشر سنوات من خلال زراعة 15 مليار شجرة على امتداد 10.10 مليون هكتار وهذا سيكلف ما 500 مليون دولار أصحاب السعادة سيدات وسادة تجنبا للكوارث ونحن على الشفاها هناك مؤشرات بوقوع الكارثة وضعف الهمم لا مكان له في خضم ذلك ولا مكان إلا للطموحات وما من خيار غير ذلك فالوقت يداهمنا وخطابنا ينبغي أن يسلط الأضواء على الأداء والتنفيذ وحديثنا ينبغي أن يتمحور حول الالتزام والتنفيذ وأنا أدعو الجميع هنا بأن يكون في مستوى التحديات وأن يتخذ القرارات التي يلزم اتخاذها وأن انتهز هذه الفرصة لثني الكارثة وردع وقوعها إنه من خلال الالتزام لفائدة التكيف والتخفيف ومن خلال حشد الموارد المالية بإمكاننا أن نجنب الكثير من المعاناة وأن نحن تكفلنا بالوفاء بالتعهدات بإمكاننا حينئذ أن نفخر أمام شعوبنا بأننا كنا على مستوى الأمانة كزعماء لهذا العالم وكضامنين لمستقبل أفضل مؤتمر الأطراف إذن إنما هو مناسب لنا لكي نسطر الطريقة نحو مستقبل زاهر وأن نقوم بدورنا لكتابة فصل أكثر ازدهارا للأجيال المقبلة وليس لنا من وقت أفضل من هذا للقيام بذلك وقد لا يكون لنا من فرصة أخرى دون هذا شكرا 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 شكرا